شيفسي ماكس بسد جواك شيفسي ماكس بس قلول حاجة إبقى بطاقك بملكلوس قفت عني لما بسك مبقى وحش مش على نفسك هي خرافتك ولا حكا متعريف ما تتكلميش تحتلم البدل اللي انت لبسك بدل ما أقلعها أقلعها من مين يا رجل حاجة تحمله يا عامل ودو إبهانها يا عايبي يا عايبي شيفسي 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 ولد يوسف في مدينة قفرشوك وتخرج في كليات الهندسة بشبرى جامعة بنها وأثناء الدراسة لفت الأنظار بموهبته الفنية فسلك طريق التأليف والإخراج واستطاع بأفلامه التمهيد لثورة الخامس والعشرين من يناير من خلال تكسيد الواقع بكل مراره فتحمل خالد يوسف النقض اللاذع وخصوصا بعد فيلمه حينما يصره مش شيفي البنيا بتاعيذها دي محروحة بكاز ويسك خلينا نخلص أوه احنا مش موجودين أوه احنا مش باينين كان خالد يوسف من أشد الفنانين المؤيدين لثورة الخامس والعشرين من يناير وشارك من اليوم الأول بالتظاهر والاعتصام والدفاع عن المتظاهرين ومع ذلك اعتبر نفسه خائنا للثورة ولم يؤدي واجبه كفنان بعد الثورة عكف خالد يوسف على التجهيز لأعمال فنية جديدة ولم يتسرع بل رأى أن أغلب الأفلام التي عرضت بعد الثورة حملت عناصر فشلها بداخلها فمتى تنعكس الثورة على السينما المصرية لسم السعيد قناة التحديد مش ممكن أن نقول أنه بس مخرج جريء في أفكاره ولا أن نزول البدان التحرير المطالبة بإسقاط النظام كان وليد اللحظة هو المخرج المناضل الذي توقع انهيار مؤسسة الداخلية وشاف أنها مش فوضى المخرج اللي رفض فكرة التوريس واعتبر أن مصر مش دكانش حتى دافع عن الشباب المتظاهرين دفاع مستميت ونسي نفسه كفنان ما صورش مشهد واحد داخل المدان بل أنه فضل أن يكون أحد المتظاهرين يرفض التطبيع الإسرائيلي بشدة ويكره الكيان الصهيوني دفعنا النهاردة السياسي والفنان والمخرج الكبير خالد جزي خالد زي أهلا بك مش ساعة مقدمة بس أنا فنان مش مانيش سياسي ومانيش يعني مانيش الأوصاف الجميلة اللي أنت ونتها لكن الحقيقة أنت لك مواقف محترمة وعظيمة والواحد بيسعد بيها وأنا الحقيقة قدرت جدا موقفك الأخير اللي عملته في فتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لما طالبت بالإفراج عن الطالب فادي نبيل الطالب المعدة علي السليم احنا كمان كنا طالبنا قابليك هنا في المدان بالإفراج عنه فكان مواقف محترم الحقيقة الحمد لله وإفراج عملك أه لا الحقيقة مواقف كان محترم ولكن مواقف عظيم الحقيقة لنسعب بيها خلينا نتكلم في السياسة شوية ولا نتكلم في الفن شوية زي ما أنت عايز نتكلم في السياسة أولا إيه رأيك في صفقة تبادل الأسرة التي قامت بها الحكومة المصرية مؤخرة يعني هي عودة لدور مصر الطبيعي يعني مصر كانت لا تكون بدورها عبر 30 أو 35 سنة اللي فاتوا الآن ليس صدفة أن أول صفقة محترمة كده يسعد بيها الشعب الفلسطيني عبر العشرين سنة اللي فاتت تبقى الصفقة دي تيجي بعد الصور وده تأدير لأنا رأيي لصورة 25 يناير أكثر من أي شيء آخر لأن صورة 25 يناير هي اللي أعادت لمصر هبتها في المنطقة العربية هي اللي أعادت لمصر دورها في المنطقة العربية هي اللي خلت الناس ترجع تقول ارفع رأسك فوق أنت مصري لأن الناس كابت تكسف من الجواز السفر بتاحها وكابت تخبيه في الغربة دلوقتي الناس في المطارات وحضرتك أكيد شفت بعينك إن لما بتشاف إن أنت جوازك مصري بيتم ترحاب شديد بيك لأن إحنا عملنا نموذج للصورة مشرف جدا يعني إحنا أهدينا البشرية نموذج مغير لكل الثورات نموذج متحضر لم يحدث في التاريخ البشرية أنها قامت صورة بهذه الروح الحضارية اللي كانت موجودة في 25 يناير فالصفقة أنا بتصور إنها يعني نتجة من إعادة بقى الحاجات لما كانها الطبيعي مصر دلوقتي تستطيع عم تكون بدور فاعل في القضايا الفلسطينية وده قدرها وده ليس دفاعا عن أشقاء الناس فهمة أو في بعض الناس طبعا بتفهم إن إحنا بندفع مدينة فلسطين إحنا بندفع عن أشقاء هو ده أمر طبيعي صحيح ولكن يزيد براية كيف موضوع عادة تصدير غاز مرة أخرى لإسرائيل وفتح السفارة الإسرائيلية في مصر بص أنا فتح السفارة الإسرائيلية تحديدا في مصر أنا من الجيل اللي قعد عشرات السنين يتظاهر عشان نوصل بس لكبري عباس أنا أذكر مظاهرات الشهيرة جدا اللي حضرتها كانت في منتصف التمينات حضرها كل قوة الوطنية جوم قدام باب جامعة القاهرة كده واستنونا كان منهم إبراهيم شكري خالد محيددين خالد عبد الناصر العظيم فتح ردوان فتح ردوان كان في الصفوف الأولى وتقدم من زابط أنا بذكر لك موقف لا يمكن أنسى عشان أقول لك يعني إيه فتح السفارة بالنسبالي أو العلم الإسرائيلي إيه بالنسبالي وأنا شاب صغير وبشوف فتح ردوان ذلك المثقف الكبير وذلك الرجل اللي أسر فعلا حركة الثقافة المصرية تقدم من الزابط مسلم عليه اللي هو اللي هو اللي واقف قائد الكوات والتاني طبعا عارفه أنه كان وزير السابق فقال له أهلا نفتح به قال له سوف يذكرك التاريخ ويسجل في صفحات من نور فاكر كلامه بالضبط أن بابطا مصريا شريفا سمح لهؤلاء الفتية أن يخلصوا هذا الدنس العالق في سماء القاهرة هو كان الرجل قال له استاذ فتحي أنا عندي عيال فكان عندنا شوق لأننا نشوف سماء القاهرة من غير عالم فلسطين من غير عالم إسرائيل فأنا لما نزل عالم إسرائيل من سماء القاهرة كان عندي فرحة شأن شأن كل الملايين اللي حلموا بهذه اللحظة أن نخلص هذا الوطن أو سماء هذا الوطن من هذا الدنس العالق فتح السفارة الإسرائيلية مرة أخرى ممكن أجد ما يبرره الآن أن المجلس العسكري بيحكم فترة انتقالية ليس له أن ينقض التفاقيات وليس له أن يبرم التفاقيات استراتيجية على مستوى المدى الزمني الطويل وده أمر مكفول لهذا الشعب عندما يقرر إرادته الحرة في البرلمان وفي رئيس منتخب يقرر ما شاء بقى يعيد مرة أخرى فتح ملف كام بديفيد أو لا يعيده هذا قرار الشعب أنا من الناس اللي بقى أطالب لا أطالب بحرب مع إسرائيل لأن ما فيش حاجة اسمها حرب بدون أن تستعد لها فيش حاجة اسمها هتقوم بحرب وانت اقتصادك مش قوي لازم تكون دولة قوية فاتية عندك نهضة في العلوم عندك نهضة حتى في الفنون عندك نهضة اقتصادية كبيرة عشان تقول أنا حارب لكن في حد يبقى مجنون اللي يقول أنا عايزة حارب دلوقتي والبلد حالها بالشكل ده لا نطالب بحرب عندما نقول لابد أن احنا نفرض سيادتنا مرة أخرى كاملة على كامل شبه جزيرة سيناء ده مطلب شعبي أعتقد أن النظام القادم المنتخب سيقول لك أن هذه هي أرادة شعبية ولابد أن ينظر فيها فالمعاهدات ليست قدسية ليست لها قدسة الأديان عشان قابلة للتغيير وقابلة للتعديل فيما توافق من مصلحة الشعب لكن هو السؤال النهاردة وإحنا بدأنا نتكلم على الثورة وإنت كنت من الفنانين الموجودين في مدنة التحرير منذ بداية الثورة شايف أن هذه الثورة إزاي هل الثورة خرجت عن الإطار أو عن النسق أو عن الخط اللي اترسمت له في البداية هل الثورة محتاجة لثورة تانية هل الثورة تحولت إلى مقلاب أسكرية لا أنا بتصور أن الثورة انقض عليها الجميع بما فيها الكوى الوطنية التي رفعت شعرات الثورة يعني أنا بتصور أن المجلس العسكري والإخوة المسلمين والسلفيين وكل الكوى السياسية في مصر قد انقضتها على زي الصورة كي تفرخها من محتوى سواء بوعية أو بعدم وعي سواء بنية خبيثة أو بعدم بنية خبيثة يعني أنت تخيل هذا السيناريو اللي حصل في التسع شهور لو كان هناك سيناريو آخر قد انتسل فيه المجلس العسكري لإرادة هذا الشعب في التغيير وليس في الإصلاح وكان قدم مبارك فورا دون أن يكون نقعد شهرين وينطج 11 شهيد تانيين عشان مبارك يتقدم للمحاكمة كان عمل قانون العزل السياسي وعزل كل من أفسد الحياة السياسية في مصر بقرار كان في وقتها ما كانش حد هينطق دلوقتي لو عملت عزل السياسي انت بتعمل في البلد بتفرتك البلد لأن الأصوات قد علت مرة أخرى وبدأ ناس تكفر بالثورة من كتر ما ما شافت اللا أمن اللي موجود وشزى في العيش فالقرارات كلها وعدونا يعني أو مش وعدونا الثورة كانت تطلب دستورا جديدا ينظم الحياة السياسية وينظم عمل المؤسسات قبل أن تعمل المؤسسات فجئنا بمجل الشعب قبل الدستور يعني كل السيناريو اللي عملوا المجلس العسكري والكوالوطنية لم تستطع أن تتصد ليه وبحثت عن غنائم سريعة أعتقد هو اللي خلى شكل الثورة بهذا الشكل في هذه الأيام هو اللي خلى المواطن بالوقتي يشعر باللاأمان ويشعر أن لقمة العيش بقت أصعب من ما قبل الثورة فله أن يكفر بالثورة له أن يقول الثورة عملت ليه ما إيه أنا رأيي أن كانت فيه ناس أصدى أن تكفر قطاعات من الشعب في هذه الثورة واحدة ورد تانية والكوة السياسية نفسها أنا والثورة كان عندها ديك أفق شديد جدا وكانت تبحث عن غنائم فورية يعني أنا من أوائل الناس اللي اتهمتهم بأنهم يبحثوا عن غنائم كانوا الأخوان المسلمين كنت أقول أن الأخوان المسلمين أشبه بمسلمين غزوة أحد عندما لحظت انتصار نزدوا جرج يعملوا الغنائم يأخذوا الغنائم فانهزموا وما سمعوش كلام رسولنا عليه الصلاة والسلام فأنا اكتشفت أن بعد ما قلت هذا الاتهام أن كل الكوة السياسية قد حزوت نفس الحزب يعني ومشيت على نفس الخط وكلها حاولت تاخد مكاسب سريعة اللي عايز عضوين في البرلمان واللي عايز خمسة ويعمل صفقات ويعمل ونسوا الشارع ونسوا الثورة نسوا الثورة وأهداف الثورة يعني ووقفوا ضد يعني ضد المطالب الحقيقية للثورة الثورة دي قالت عدالة اجتماعية كل الكوة السياسية لا تتحدث عن عدالة اجتماعية لا تتحدث عن أن يكون لكل فرد من هذا الوطن نصيب عادل من سروة البلاد وإزاي الناس تعيش أحسن بعد الثورة ما حدش تكلم على ده إزاي عيش آمن أنا كنت في عصر مبارك أنا كمواطن عايش آمن صحيح مش عايش آمن من النظام لكن على الأقل عرف أمشي في الشارع فأنا دلوقتي بقيت خايف على بناتي خايف على أولادي خايف على مراتي كل ده أنا رأيي كان مقصود أن الناس واحدة واحدة تكفر بالثورة في ناس لها مصلحة أن الناس تكفر بالثورة وفي ناس بديء أفق زي مين زي كل كل أعمدة النظام السابق وكل من له علاقة من النظام السابق ما جاء أقول على المجلس العسكري خليني أقول بشكل صريح هقولك أن المجلس العسكري ليس وليس مطلوبا منه يعني بالمناسبة ليس ثورية ده في نهايته مؤسسة عسكرية تقليدية قائمة على النظام والضبط والربط قائمة على عقيدة عسكرية تتعلق بأنها تدافع عن الوطن عندما يعني يجتاز يجتاز أي أحد أي حدود لكن ما هيش عمرها كانت ولا كان مطلوب منها أنها تبقى عندها أفكار ثورية ولا هي من قامت بالثورة فالمشكلة أن هي اللي تولت مقاليد الأمور فلها فهم للثورة والصوار نفسهم اللي قاموا اللي هم كانوا طالية هذا الشعب أو الشعب كله للسائر ده كان لهم طالب مغيرة تماما لا المجلس العسكري استطاع أنه يلبي طلبات الناس ولا القوى السياسية اللي بنسميها نخبة والطليعة أو القاتلة اللي بتجور المجتمع استطاعت أمتصل توصل لمسامع المجلس العسكري الرغبة الحقيقة للشعب ده في التغيير فقام المجلس العسكري بمجموعة من الإصلاحات كان ممكن مبارك يعملها يعني ما فيش حاجة حقيقية حصلت على أرض الواقع تقول فيه ثورة ثورة علم التغيير زي ما دايما بقول ما حصلش التغيير فطول ما ما حصلش التغيير أنا بقولك أن الثورة لم تكتمل وهي باعتقد أن إحنا دلوقتي في سكة أن تقوم مرة أخرى هبة لهذا الشعب لأننا دايما مبارك ثورة تانية تقصد مش ثورة تانية بالمعنى الحقيقة لكلمة ثورة تانية هي الثورة خلاص قامت ونجحت على فكرة يعني مش لكن لم تكتمل لم تكتمل بمعنى أنها مش ماشية على قضيب القطر المصدر خلي بالك الناس خايفة أن هذه الهبة تأتي من العشويات في ثورة الجياع لا أعتقد الشعب المصري دينا درس في هذه الثورة أنه أعظم مما تصورنا وأن العقل الجمعي المصري أكثر تحضرة مما كنا نتصور الشعب ده أول ما حس يوم 28 بالليل أن فيه خطر ما لقيتش فيه بلتاجة في الشارع كل الناس نزلت حامت بيوتها وانتفت ظاهرة البلتاجة وظاهرة السطو المسلح وما كانش فيه حدثة سرقة في اليومين الثلاثة الأولين دول وشعب حمى نفسه تماما من غير أي جهاز شرطة ودي ندرة أعتقد ما حصلتش في تاريخ أي مجتمع أن شعب يعيش بلا أي دولة أمن ويبقى آمن فأنا بتصور أن احنا عبدينا مرحلة الخطر بتاع ثورة الجياع يعني أنا كنت من الناس اللي كانوا بيبشروا بثورة الجياع إن جاء جمال مبارك يعني كانش حتى كان الفيلم برؤيته إن لو جاء 2013 ومشي في سيناديو التوريس ستكون ثورة الجياع الحمد لله إن هذا الشعب قطع هذا الخط ووقف عند الحتة ديت وعمل سطر فأنا قم بتصور إنه لن تحدث ثورة الجياع لإن خلاص الشعب المصري قطع الخط ده ومش متصور إنه يستطيع أن يفرد فيما أنجزه في 25 يناير في عقبات موجودة في مطبات لكن في النهاية عندما يستشعر إن في خطورة بقى على مستقبل البلد وفي خطورة فعلا على إن الثورة ترتد للوراء بشكل كامل استدقني هيهب مرة أخرى يعني كل اللي هو شايفه ده هو قاعد يتفرد كده لغاية ما تيجي لحظة مناسبة يقول لا ده بقى مش ده اللي اتفقنا عليه بقى وأعتقد إن اللحظة ديت ستجيء إن جاءت نتائج الانتخابات مخيبة لأمال الناس لإن الانتخابات اللي جاية أنا بتصور إنها برضو من ده من ضمن السيناريوهات السيئة جدا يعني السيناريوهات اللي إحنا لجأنا لها في انتخابات مجلد الشعب ده سيناريو سيئ جدا مفيش لا ده طريق صورة ولا ده طريق بناء دولة اللي بيحصل دولاتي إن أنا أعمل تجربة بتعمل تجربة ديمقراطية وليدة لسه بتمارسها لأول مرة فتعمل قوائم أنا كنت من أول لحظة بقول لغاية ما يتعمل دستور ولغاية ما الدولة تستقر ولغاية ما ينتخب رئيس جمهورية لازم تبقى الانتخابات فردية بس فكرة القوائم الفردية كما تعلمت كانت حتعيد الأزام خصوصا في ظل عدم إصدار قنون العزل السياسي كانت حتعيد نفس سيطرة التوسط وترأس المال ونفس الجماعات والعصبيات التي كانت تسيطر في حكومات الحزب الوطني المتتالية السابقة كانت حترجع تانية فيمكن فكرة الكمبروماز بتعملنا بين قوائم نسبية وفردي كانت لا محاولة أعتقد حتى الأحزاب كانوا متحفظين جدا على فكرة كانت نص قوائم ونص فردي بعدين بقت التلتين قوائم والتلت فردي وكل ده دقى تحت مسمى الخوف من عودة النظام السابق في الفرلمان الخوف ده كان يقضي عليه أن يبعد يون 11 فبراير على طول يصدر قنون العزل وده على فكرة قائم في كل المجتمعات أن من أفساد الحياة السياسية 30 سنة ومعروفين ده أمانة السياسات ومناء الأحزاب في المحافظات يعني أعضاء مجل الشعب اللي جون بالتزوير يعني كلهم على بعضهم مش هيزيدوا على خمس تلاف مواطن بنقول لهم شكرا أن تؤدتوا دوركم في إفساد الحياة فاستنوا شوي بقى عشان نعمل مستقبل مختلف في المصر ما تشاركوش في خمس سنين ونجعوا شاركوخي تاني لأن نقصيهم بالمعنى المطلق تمام؟ لو كانوا عملوا كده وعملوا انتخابات فردية كانت أعتقد أنها هتصفر عن إرادة شعبية حقيقية الآن القوائم ما في الإشكالية إن هذا في القوائم؟ الإشكالية دي بأتي في القوائم بأن أنا على المصطف الشخصي عمدي مشكلة ضخمة في القوائم أنا راجل منتمي للطيار النصري اللي اشتراكي نص الطيار موجود في حركة الكرامة متحالف مع الإخوان المسلمين وأنا مش هنتخب الإخوان المسلمين ونصف الطيار في قايمة تانية قايمة استمرار السواء فهنا دي فيه عدم نطق لسه للتجربة الحزبية في مصر وللقوى السياسية لسه بزيت تتشكل فلسه بتتشكل يعني أتحدى أن في حزب من الأحزاب دي عنده برنامج كامل ما لحقوش يعملوا برامج كاملة والأحزاب الكابتونية اللي كانت موجودة قبل السورة خلاص فرغت برضو من محتوى فلسه الحياة ما هياش سبعية هل المصريين عندهم برنامج؟ نعم طبعا عندهم مشروع عندهم المشروع الحضاري مشروع برضو لم يكتبل نعم مشروع لم يكتبل لأ بقولك ده هقولك يعني إيه الأحزاب أنا أتكلم عن 52 حزب اللي موجودين دلوقتي يعني بقول أتحدى أن يكون فيه تسهل بقى لك إنت إذا كنت بتتكلم عن هذه الأحزاب اللي هي وليدة يعني إحنا بقودناها دايما 50 حزب وساعة ما يكون بكلمك هذه الأحزاب عشان تقدر تحتل مكانتها في الشارع المصري عشان تقدر تثبت جدرتها بصوت المرشح أو بصوت الناخب محتاجة خمس سنين مش محتاجة سنة أو سنتين هتنتظر خمس سنين متعملش انتخابات برلمانية لا خالص ما انت هتعمل انتخابات برلمانية على أساس فردي وبعدين في خلال الخمس سنين ديت انت هتفتح بقى باب الأحزاب زي ما فتحت والأحزاب تمارس دورها في الشارع وتقوى الأحزاب ويبقى فعلا نقدر نعمل تمايز ما بين برنامج حزب وحزب والناس الأحزاب كانت حكر المقرات بتاعتها الأحزاب الآن هتنزل للجماهير وهتلتحب معاها وتعمل قعدة لها فهتبقى في حياة حزبية في الخمس سنوات القادمة الأعضاء مجل الشعب اللي انتخبوا على أساس فردي دول هينضموا لأحد الأحزاب تيجي تعمل بعد خمس سنين الأحزاب اللي هي قيمة حتى مطلقة لو عملت قيمة مطلقة هنا انت هتخلي الشعب ده يتنفس من رئة صحيحة كده أنا رأي فيه يعني البرلمان القادم ده ده برلمان الثورة أنا لا أتصور ان هو هيفرز برلمان الثورة وهيبقى في مشاكل هيفرز ايه طيب في تقديرك هيفرز هيفرز حالة عشوائي يعني يديني كده تصور السيناريو مين يحظى بالأغلبية بالأغلبية النسبية بص اقولك حاجة لو يعني الإخوان عايزين مثلا 50% من البرلمان الإخوان مترشحين على 95% من المقاعد وأقصوا كل الطيرات اللي معاهم وممديين حتى الحركة الكرامة اللي هي الناصرية والغد مواقع متأخرة جدا كل واحد عشرين يعني كلام فاضي الإخوان المسلمين لو لوحدهم في هذي القائمة والسلفيين حتى لو لوحدهم في هذي القائمة أو هما الاثنين مع بعض لن يحصلوا على أكثر من 15% من مجموعة الشعب أنا بداعي إن أنا هوا الناس هوا الناس مش ماشي مع الطيرات الإسلامية الهوا الحية حتى وده دليل النقابة الأطباء اللي قاعد يقولوا الإخوان اكتسحوها مش صحيح فيه 70% من مجالس النقابة مجالس النقابات الفراعية والرئيسية سندرية مثلا اسكندرية كتنعقى الإخوان مثلا 70% و30% حصل عليهم الإخوان في ظل النقابة كان مسيطر عليها الإخوان سيطرة كاملة عبر 30 سنة فالناس يعني هوا الشعب المصري ليس هوا في تطرف نحو الدين لأنه هو أصلا متدين فما بيحبش حد يزيد عليه في الدين فما كان مش هيحصله بس بالتركيبة اللي بتحصل دي بضعف الكينات السياسية المقابلة وبضعف القوائم المقابلة ممكن يحصلوا على نسبة كبيرة وبقدرتهم على التنظيم الناس فهم كلمة التنظيم ده أنه هم بيجيبوا الناس لا التنظيم له خطط يعني الإخوان المسلمين مثلا لو لهم في السندوق ده 50 عضو 50 ناخب ضمنين أصواتهم والسندوق ده في 500 بيعملوا إيه؟ بيوقفوا الخمسين في أول الساعة 7 الصبح يروح ينتخل وبعدين الخمسين بيمشوش بيبدالوا وقفين في الطبور يتزحموا عشان الناس تزعوا تمشي فتلاقي في آخر النهار ما فيش أكثر من خمسين بتوحهم وخمسين تانيين بالكتير يعني السندوق عندهم حاجات أساليب كثيرة جدا في التنظيم أنا اللي إني بعرف الانتخابات يعني الكوة السياسية دي ما تعرفش حاجة عن الانتخابات بالمعنى الحقيقي يعني بالمعنى التجربة الحقيقية يعني أنا شايف الخريطة كده يعني شايف 15% للإخوان والسلافين مين تاني لو لو انتخابات وديرت بشكل اللي أنا بقولك عليه اللي هو كان نظام الفردي نظام الفردي أو إن هي تبقى قوائم مطلقة مئة في المئة بقى طيب في ظل النظام الحالي لا في ظل النظام الحالي الإخوان والسلافين هيخدوا عدد مش ولاكل يعني مش هيخدوا أقل من 50%-45% في المئة يعني إذا الحكومة القادمة حكمة إخوانية أو حكومة تلفية تمسيها الإخوان الغالبية لا على حسب الإعلان الدستوري البرلمان مش هو اللي هشكل حكومة الإغلبية بتاع البرلمان مش هشكل الحكومة اللي هشكل حكومة برضو مجلس عسكري يعني ده أنا بكلم عن الإعلان الدستوري للقادة كلام ده بقى فيه ما بعد بعد الدستور الجديد بقى لما يجي دستور الجديد يقول جمهورية برلمانية مثلا بس على الأقل هذا البرلمان هو لحيختار الأجناء التي سوف تقوم بوضع الدستور أنا مش الآن على معرفة هناك خوف من هذه الأجلة في ظل أغلبية مطلقة أو أغلبية نسبية للإخوان المسلمين والطيارات الإسلامية في المجلس لا مش الآن لأن في النهاية الحكم هو الشعب يعني في النهاية الاستفتاء ده الدستور ده هينزل للإستفتاء العام لو الشعب ده أشعر أن الإخوان المسلمين قد صبغوا أو الطيارات الإسلامية قد صبغوا هذا الدستور صبغات لا يهواها هيوها مش هيوها فيها فأنا أصف في العقل الجامع المصري أكتر من أي ثقة في كل الكوة السياسية وكل الطيارات السياسية لكن أنت كفنان وكمبدع أو أنت من الناس حتى اللي بتقول يعني أنك أنت ضد فكرة وجود الرقابة في كل مكان يعني كيف ترى مصر أو ترى فنك أو ترى وضعك كمبدع في ظل مثلا حكومة إسلامية أو في ظل نظام إسلامي مش هيبقى فيه مش هيبقى فيه لأنا معطي بقولك مصر آخر بلد في العالم ممكن يبقى فيها يحكمها طيار دين وهبقى فكرك والتاريخ بيننا واللي جاي هنشوف لكن أنا مش برضو مش الآن لأن أي دستور هيكرر هذا الشعب هيكرر حاجة اسمها حرية التعبير وحرية الإبداع وأي دستور مش هيبقى فيه جملة دية يبقى ما فيه يبقى مش دستور أصلا ومتى دستوري فيه كلمة حرية التعبير وحرية الإبداع ما حدش هيقدر يقهر أنا كنت في ظل النظام السابق اللي كان بيقهر كل صوت معارض أنا كنت بستطيع أن أعدي بأفلامي لأنه كنت عارف حقوقي وأستطيع أن أدافع عنه فأنا حتى لو الإخوان المسلمين أو التاريخ الإسلامي يمسك مصر أنا هستطيع أن أدافع عن فني وعن طاقة النور اللي أنا بقدمها للناس الفنانين في كل المجتمعات هم كتائب التنوير لما حد يحب يقصيهم يعني يريد أن يطفق نور الحضارة بأفواهه زي ما بيقول فأنا بتصور أن هذا غير وارد ومش الآن أنت كمخرج سينمائي إذا وأكيد حيجي يوم من الأيام هتعمل مشاهد أو هتعمل مشهد سينمائي لصورة 25 نايا هتجسدها في فيلم سينمائي مش ده موضوعي سؤالي لو أنت النهاردة طلبت منك أنك أنت تقول لي كيف ترى المشهد الدرامي أو الميلو درامي المؤلم الذي وقع في يوم 9 أكتوبر أمام مسبيرو شايفوا إزاي شايفوا يتحملوا كاملا المجلس العسكري يعني لأنه هو اللي بيحكم البلاد سواء هو من دهس المتظاهرين أو هو لم يدهس المتظاهرين هو اللي تعبد الأول واللي هما اللي تعبدوا عليه هو في النهاية مسؤولية أرواحها ومتظاهرين المفروض إحنا سلمناها أمانة في يد المجلس العسكري وبالتالي هو مسؤول مسئولية كاملة وأنا مش من أنصار التفسير التأموري للتاريخ ولا من أنصار نظرية المؤامر ولكن أن يبقى فيه قوة تريد أن توجد هذه الثورة وتسير فتن في البلاد وتنشر الفوضى ألف في المئة بقولك موجودة أن تكون هناك حكومات حتى عربية لا تريد لمصر أن تنهض أمر طبيعي جدا لأن ده نهود مصر وتقدم مصر يخلق أشواء عمد هذه الشعوب في تكرار هذا النموذج فأكيد فيه بلاد كثيرة جدا خاصة الممالك العربية ما تحبش أن مصر تنهض النهوض اللي يخليها نموذج كل من له مصلحة في النظام السابق أكيد ما يحبش أن مصر بعد هذه الثورة تقف على رجليها وتقدم نموذج محترم ويقولوا كانوا عايزين يقولوا طبعا بلاير حماية مبارك وبالتالي ممكن تكون فيه أيدي أنا لست جهة التحقيق عشان أقول أن كانت فيه أيدي خفية ولا لا قد مولت ولا قد ساعدت ولا قد أصارت الفتنة ولكن الظاهر في المشهد أن المجلس العسكري يتحمل مسؤولية ما حدث يتحمل دماء الشهداء دي كاملا إن كان حتى اندسة بلطاجية وسط المتظهرين وضربوا الجيش هو يتحمل وإن كان المتظهرين هم حتى اللي بدأوا وهو رد بهذه القصة وهو يتحمل إن هو اللي بيحكم وإحنا اللي سلمناه أمانة هو في موقع الأب في موقع الحاكم في موقع الأمانة استلام الأمانة فلا أستطيع أن أبرقه مما حدث وهو مشهد ليس له أي علاقة بالفتنة التقفية على الإطلاق لأن أنا بأسأل كثيرا في حكاية الفتنة التقفية وسئلت لسه حتى مباري حد بيقول لي أنت ليه عمرك ما أشرت الفتنة التقفية في أفلام والطول ولن أشير في أفلامي القادمة لو قدر ليه يعمل عشر أفلام تانيين غير الحداشر اللي أنا عملتهم لن أشير لمشهد فيه فتنة تقفية لأنني أنا لا أعترف أن فيه فتنة تقفية في مصر أمل في إيه؟ فيه احتقان تقفي ناتج من مجموعة سياسات النظام السابق عبر أكتر من 30 سنة في إقصاء المسيحيين فيه التضييق عليهم فيه عدم توليهم مواقع قيادية تحت دعوة أنهم مسيحيين فيه مغازلة من النظام السابق لأنه كان بيقهر الإسلاميين فكان يغازل الشعب يقول له لا أنا مش ضد الإسلام ده أنا حتى هو تبطها بالمسيحيين يعني كانت فيه أعمال أنا رأيي فيها جرائم بترتكب ضد المسيحيين كانوا بيعاملوا كرعاية دولة أجنبية يعني وده كلام غير مقبول ولابد أن يصحق من ضمن السيناريوهات برضو اللي هي بعد الثورة مباشرة لو كان بعد الثورة مباشرة بعد هذه الوحدة والتماسك اللي كان في النسيج المجتمع المصري في ميدان التحرير والشيوخ اللي كانت بتصلي والمسيحيين بيحموهم والقداس اللي كان بيتعمل والمسلمين بيقولوا أمين بعد هذا المشهد العظيم لو كان بعده على طول صدر قانون دور العبادة وكان المسيحيين لكل الكنائس بتاعتهم أو فيه كنائس كثيرة ليهم مش عارفين يمرس تقصهم فيها وبيمرسوا بشكل غير مشروع لأنهم ما عندهمش ترخيص وصدرت لهم إجازات بهذه الكنائس كان خلص المسألة هي ماذا يضير المسلمين في أن يدق نقوس كنيسة في مصر لو كان يضير المسلمين كان أدار عمر بن العاص كان حرق الكنائس لو كان يضير الإسلام كان المسلمين الأوائل عملوها مسلمين الأوائل لم يفعلوا مزاقوش مسيحي هتعرف الإسلام انتشر في مصر بعد كم سنة من دخول عمر بن العاص في مصر؟ عندك معلومة؟ لا 800 سنة يعني ايه 800 سنة؟ 800 سنة عشان انتشر الإسلام في مصر؟ أقعد 800 سنة أخذ وقت طويل يعني أقل يعني ما كانش بحد السيف كما يردد الباب الأوائر يعني كان فيه نوع من التسامح الشديد جدا يعني يا صديقي الإسلام انتشر في شرق أسيا ازاي؟ الناس اللي يقولوا الإسلام انتشر بالسيف انتشر ده بقى لم تذهب بيوش جرارة أصلا ولم يذهب فاتحين من الأصل اللي هو دلوقتي أكبر عدد من المسلمين في هذه البلاد مش عامدنا في البلاد العربية اللي كان فيها فاتح لا البلاد اللي هي بتاع الشرق أسيا دي أكبر عدد من المسلمين هناك اتفتح بحركة التجار العرب التجار العرب كان يجي يجيب له كوباية زي دية يقول له دي بجنيه مثلا يعني فالتاني عارف انها بعشرة جنيه فيقول له ازاي دي بجنيه او ياخدها ويجي ياخدها ويبقى فرحان اوي بيها فيقول له لا استنى قبل ما تمشي لا دي فيها شرخ من هنا فيروح حفرة الكوباية ويسأله انت ليه قلت لي ما كنت ممكن اخدها وامشي وخلاص وانت تبقى كذبان يعني قال له لا ديني يحطم عليها الأمان فانتشر الدين بالمعاملة بانه عرفه جوهر الاسلام فانا ما عمديش يعني مش شايف ان فيه مشكلة فيه لا في الاسلام ولا في المسلمين انا رأيي فيه مشكلة في بعض المتطرفين على الجانبين لابد من حلها بسيادة القانون لابد من حلها بان احنا مواطنين كاملين المواطنة دون النظر لدين او لنوع ده لو كانت اتحلت من اول لحظة ما كنتش شفت باحتقانات اللي حصلت بعد الثورة فعشان كده المشهد انا رأيي لا يمثل فتنة طائفية ودائما العقل الجامعي المصري بيوئد اي محاولة تحويل هذا الاحتقان الى فتنة بتلاقي على طول بتستنهد على طول كرون الاستشعار بتاع هذا المجتمع من عمته لنخبته فورا بتنهد عندما تستشعر ان هناك حريقا ممكن ان يدب فيه اوصالها حكومة عصام شرف عندها القدرة على وقد هذه الفتنة او الازمة ام انها اضعف من ان تستطيع ان تعالج مثل هذه المشاكل والله حكومة عصام شرف انا بسميها حكومة غلبانة يعني انا بقى احمل المسئولية للمجلس العسكري اكثر لانه هو اللي مدهاش اختصات هو كان عليها ان هي لما يسحب منها اختصات او لما تستقيق اه تستقيق لكنها بزبط كان عليها ان هي في موقف من الموقف دي على اقل في موقف 9 اكتوبر كان لابد لها ان تستقيق يعني احتراما للدم المراقع على الارض ده هو مسؤوليته في النهاية هو كرئيس هم اكتفوا دكتور عصام اكتف قالك نحن ناضع استقالتنا راهن تحت يد المجلس العسكري اه يعني انا مش شايف ان هو التصرف يليد بالهنة العزي المسألة بيقدمها انت شايف ان المجلس العسكري جد في تسليم السلطة في البلاد الى سلطة مدنية منتخبة ان شاء الله جد مئة في المئة يعني شوف انا كل انتقاضات المتخبة على المجلس العسكري اياتو انا بقولك جد مئة في المئة إذا كشافوا بعينه أقوى نظام تقريبا في الشرق الأوسط كان النظام المصري سقط في 18 يوم بالنسبة له بمنتهى السهولة لمجرد أن الشعب وقف كله في حتة واحدة وتجمعت إرادته بجد وعبر عن إرادة جمعية للمجتمع المصري فسقط النظام فهو يدرك أنه لو اغتصب السلطة مثلا أو طمع في السلطة ولم تدار البلاد أو لم يرضي لم يرضي هذا الشعب إدارته للبلاد خلال سنة أو سنتين أو ثلاثة ستجرى هذا المشهد والمشهد ده نهايته في السجون يعني نهاية رأس النظام في السجن وبالتالي المجلس العسكري أنا بتصور أنه هو ليه أنا أخش السجن أصلا ليه أصلا ليه أنا أخش في الرزق ده والمخاطرة دي مش عايز السلطة السلطة دلوقتي ما بقتش مغنى السلطة دلوقتي نهايتها السجون والضرب بالنر في الشوارع زي القذافي أو الهروب زي زين العبدين السلطة ليس بس تفتكر المجلس ممكن يقبل أنه هو يبقى القائل الأعلى للقوات المسلحة المصرية رجل مدني المجلس العسكري يمكن بقاءه حتى هذه اللحظة غير أنه هو بيحاول أنه يمرر البلاد من هذا النفق يعني ويحافظ على أمن البلاد هو يريد برضو أن يطمئن على مؤسسه العسكرية أن لا تمتد إليها يد العباس يعني ده قناعاته هو الشخصية مش معناها أن أنا موافق أو غير موافق لكن أنا بعتقد أنه هو يريد أن يطمئن أن الدستور مش هيقترب بشكل فيه تدخل سافر في عمال المؤسسة العسكرية من برلمان أو غيره يعني تولية المناصب القيادية في الجيش تبقى مسؤولية العسكريين يعني فيه شوية أمور يريد أن يطمئن لها وله الحق في أن يطمئن تفتكر المرشحين الموجودين حاليا المحتملين لرئاسة الجمهورية هم دول اللي حيجي منهم رئيس مصر القدم أعتقد أقل أن الحكاية مش سحر مش حد هيظهر من تحت كده في خمس ثواني ويبقى رئيس الجمهورية مصر طلعت بطنها في 25 يناير وحصل الفرز خلاص في 25 يناير فكله طلع وكله ظهر على السطح مين معه ومين ضده ومين كان مع السورة ومين كان ضدها ومين كان بيكون دور حقيقي ومين تاريخه مشرف ولا مش مشرف فالمسألة أعتقد أن المرشحين اللي موجودين على الساحة منهم رئيس الجمهورية يعني مش مفترض مثلاً يعني أن حد عسكري لن يتقدم يقلع البدلة ويقدم استقلته ويرشح نفسه كمرشح مدني أنا بتصور أن المجلس العسكري يغير عازم على هذا الأمر بأي شكل مشكلة إلا لو كان مثلاً حد زي الدكتور أحمد الشفيق عايز يترشح بس أنا بتصور أن أن هذا الشعب لن ينتخد أظن هو النهاردة أظن فالصحات ليه لليوم السابع أظن أعلن نيته للترشح بس ده مش هيبقى محسوب على المؤسسة العسكرية هو في النهاية كان رئيس وزراء مصر وكان وزير طيران فمش معنى أن خلفيته عسكرية أنه هو هيبقى مرشح المؤسسة العسكرية وأنا مصر أنا بتصور والقادم سيقول أن أنا كان عمدي رؤية لا مصر لا تنتخب رئيساً زي توجه أو صاحب طير إسلامي أو من المؤسسة العسكرية طب أنت ليه قلت لأ لدكتور محمد البردعي والإستاذ عمر موسى أنا ما قلتش لأ للمحمد البردعي أنا قلت لأ لعمر موسى أنا قلت لأ لعمر موسى مع أني أنا بحفظ أنت في حوار سابق معايا شخصياً قلت لي أنا مرشحي في اللحظة العسكرية ما تسويش بالنسبة لي دكتور محمد البردعي بالإستاذ عمر موسى لأن من العبس أن تكون أن تكون هذه الصورة العظيمة اللي هتفضل التاريخي يتكلم عنها كثير وفي أول انتخابات بعد هذه الصورة يجي أحد رموز النظام الصادق اللي قامت الصورة ضده ويكون رئيس جمهورية النظام الجديد بتاع الصورة يعني ده عبس فأنا بتصور أن السيد عمر موسى هو مع أنه المرشح اللي عامده قاعدة شعبية لأنه خد بالك أن فيه في الانتخابات أمور ما تتعلقش بالمبادئ والأفكار فيه حاجات يعني فيه كتلة انتخابية كده لو هي 100% لو هي 100 صوت فيه 10% بينتخبوا الأشهر وفيه 10% بينتخبوا اللي هينجح زي الأخوة المسلمين كده مثلا يعني الأخوة المسلمين لما تسألني هينتخبوا مية في الانتخابات أنا أقولك لن ينتخبوا أحد غير اللي هينجح هيعرفوا مين اللي نجح قبلها بتلت أسابيع كده هيروحوا معلمين إن هم معاه عشان يقولوا في الآخر إن احنا اللي جبناك فيحملوا جميل وفي نفس الوقت ما تحسب بشي قوتهم على أرض الواقع ففيه قتل كده هتنتهي يعني فعمر موسى له نصيب كبير أنا بتصور وعمده قاعدة يستطيع إن هو ينافس يبقى منافس قوي لكن بتصور إنه لن ينجح بتصور هزيه رؤيتيا رأيك أنت مع حمدين صباح وما زلت بس محمد البرادي بقى قصة أخرى لا محمد البرادي ده قبل هذه الثورة أنا كنت واحد من الناس اللي بينادوا أن هذا الرجل تستطيع أن تلتف يلتف حول المصريين لتحقيق العلم لوقت على الثورة دي إنه هو يستطيع أن يسقط هذا النظام لو التفنا كلنا حواليه كشعب ودخل انتخابات ضد مبارك وحاولنا كلنا نحن نجح كم من أسباب الحقيقة قيام الثورة يعني أكيد أحد إرحاصات الثورة محمد البرادي فأنا بشوف أن محمد البرادي واحد من أمبل أبناء هذا الوطن واللي بيكلم على أن محمد البرادي عميل للأمريكان دي كلها دعايات عملها النظام السابق من أجل إجهاض شوق الشعب المصري لوجه زي محمد البرادي ما كانش عمده أمل في حد تاني فبس المشكلة بتاعة دكتور محمد البرادي إنها قد نجحت هذه الدعايات لدى الأحياء الشعبية في الكرة وفي الصعيد يعني في فئات كثيرة أنا أتكلم بصراحة وبريحية ممكن داي داي الدكتور محمد البرادي بس أنا أجله جدا وأحترمه للأسف هذه الدعاية أثرت جدا في شعبيته في الأماكن ديت والناس بتتكلم فعلا عليه بنفس منطق النظام السابق فعبال ما الدكتور محمد البرادي يغير هذه البناء أدمين ويفهمهم تاني هتاخد وقت فعلشان كده مش هو الأو فرحز لكن أنا على المستوى الشخصي لو جي محمد البرادي أنا فرحان ومبسوط ولو جي حمدين صباحي أنا فرحان ومبسوط شفتك الفرص حمدين كبيرة في الفوز بانتخابات الرئاسة أنا بتصور أن هييد مع عمرو موسى يعني هقولك حاجة أنا اللي أنا بقوله دا ما بينفعش يتألف برامج بينتألف أعداتنا بس أنا تعودت إن أنا اللي بقوله في أعداتي بقوله على هوا عمرو موسى ممكن يحصل على 40% حمدين صباحي ممكن يحصل على 20% بقيت مرشحين اللي يحصل على 18% وعلى 15% ويحصل الإعدة ما بين حمدين وعمر موسى لو حصلت الإعدة ما بين حمدين وعمر موسى حمدين هيكسر لأن كل اللي قدوا اللي كان 18% ولي كان 15% وكبير 10% هيدي حمدين وليش هيدي العمرو موسى دا رؤيتي اللي هيخصر قد أكون في الآخر مختار مش توقعات عاطفية خالي؟ نعم مش توقعات عاطفية؟ والله العظيمة فيها عاطفة خالص فيها إراية للواقع اللي جاي في النهاية منيش يعني منيش متنبئ يعني أنت مش شايف مرشحين الإسلاميين خالص؟ يعني دكتور محمد سليم العوة الشيخ صلاح ابو اسماعيل دكتور مصر لن يحكمها أطار الإسلام أنا بقولها قاطعة وسمراء والمستقبل نظره قريب دكتور عمنا والفتوح برضو رجل يعني قول أنا بحب جدا عمنا والفتوح المناضل رجل محترم جدا بس أنا بقولك مصر لن يحكمها أطار إسلامي وأنا لإني من قلبطين هذه الأرض وعارف فلاحينها وعارف صعيدة بتوحها وعارف أحياءها الشعبية فعارف هواهم لا أدعي أن أنا أتحدث باسمهم أو أصادر عليهم لكن أنا بقول ده إحساسي أنه هو قد يصدق وقد يخين تقييمك إيه الفكرة القوام السوداء التي تعاملت للفنانين بعد الثورة هل أصبحت مقبولة النهاردة ولا يجب إعادة مراجعتها مرة دانية لا يجب إعادة مراجعتها لأن أنا وده أنا قلته أن المستشارة هاني الجبالي نائد رئيس المحكمة الدستورية العالية كلمتني بعد الثورة بشهر وكانت في زروة بقى فكرة الإقصاء والقوام الصوت دي لازم الناس تتسحل في الشوارع وكل من لم يعين الصورة كان يعني وكانش في صوت بيعلو على صوت الصورة في وقتها وكانت الدنيا فاكر يعني فقالتلي خالد أنتو عندكم مشكلة ضخمة مصر دخلة على تشكيل مستقبل جديد المستقبل ده إذا لم يشارك فيه كتائب التنير اللي هم الفنانين هيبقى مستقبل مظلم البستير يكتبها قالتلي كده بالظبط الفنانين والشعراء والحالمين ما بيكتبوهاش القانونين اللي زينا فلموا بعض حتى اللي ما كانش مع الصورة وخليكوا قتلة واحدة عشان تشاركوا في صنع مستقبل مستنير لمصر وأنا مؤمن بما قالته سيدة المستشارة وشايف إن احنا كفنانين حتى اللي ما وقفش مع الصورة بشكل صريح حتى اللي كان خايف وكان واقف بين البنين علينا أن نضمه مرة أخرى لأن احنا محتاجين حشد محتاجين نحش التقاطنا كلها لأن فيه تقاط حقيقية فيه تقاط يعني لو كان وده قلت بقى بعد الصورة بدقيقتين في قناة الجزيرة تعليقا على نجاح أو تنحي مبارك مباشرة بعد نجاح الصورة قلت ما قالوا لي على القوائم السودة قلت كلمة عن أم كلسوم كانوا حاولوا يقصوها بعد صورة 52 تحت دعونا قال لهم رئيس عبدالنصر عندكم الهرم رأوا هدوه فلم يقصيها عبدالنصر فلو كانوا أقصوها ما كانش معمدنا سيدة الجنة العربي ففيه تقاط مواهب كبيرة ما ينفعش إن إحنا نقصيها عشان نعرف نصنع مستعبت أنت تطالب إيزم بإلغاء القوائم السودة مثلا؟ أنا أطالب بإلغاء القوائم السودة فيما عدا التسبب في دماء شهداء يعني اللي استعدى اللي جاء كده طلع الهوى وأنا عرفهم كده بالاسم يعني سواء إعلامين أو فامنين وقال اللي جوة الميدان دول خوانة ومأجورين وبياخدوا فلوس وروحوا طهاروا الميدان منهم حد بيستعد تحريد تحريد فيها تحريد على القتل فيما عدا دول اللي كان دول رأي اللي والله اللي إحنا عملناه ده كويس قوي وكفاية كده نخوات البنات كانوا يقولوا كده كفاية كده احنا خدنا الدستور تعديلات دستورية وشال أحمد عز وشال معرفش مين احنا كنا نحلم كفاية كده وكانوا خايفين لأنهم كانوا في البيانين خايفين فاللي كان موقفه كده كان فقط عشان خايف وإن الحكاية ما تكملش وتتحول لفوضى أنا لابد أن ألتمس له العزر والإمام الشافة بيقول ألتمس لأخيك إيه من عزر إلى سبعين فإن لم تجد لها عزر فقل لعل لها عزر لا أعرفه كان لني عن فيلمك الأخير كان في الأمر حين ما شفناهوش لسه لكن سمعنا كان لي رد فعل كبير لما أدعورد لأول مرة في مهرجان الاسخدرس الحمد لله يعني كان رد إيجابي جدا وهو الفيلم هيتعرض يوم 1 نوبمبر أربع خمسة أيام كده عشان الناس اللي متحبش زحمة الهيت تتمكن أنها تشوفه وأتمنى أن الجمهور يتلقى زي ما تلقى جمهور اسكندرية في مهرجان اسكندرية لأن استقبال كان هايل جدا هل كان فيه أي سرد لأحداث الثورة أو إدخال لأحداث الثورة لا خلس أنا أصلا خلص الفيلم قبل السرد في شهر 12 2010 ولم تمتد يدي له بالسلب ولا بالإجاب غير في كدر واحد يتعلق بالإهداء كنت أهديت الفيلم فلما جات الثورة سعب علي أن أنا كمان ما أهدهوش لشهداء الثورة فأضفت بس للإهداء ده الكادر وحيد اللي تصرفت فيه الإهداء لحمد حمدان وشهداء الثورة لكن ما أضفتش عليه لحاجة لا بالسلب ولا بالإجاب من وقتها وفيه ناس شافوا الفيلم يعني فيه أستاذ نجيب ساويليس والأستاذ كامل أبو علي وأستاذ سامير فريد النقض الكبير وفيه أستاذ مجد الجلاد أحمد المسلماني أسامة صفاري يعني مجموعة من الصحفين شافوا الفيلم في شهر 12 أو 2010 وهو أزامهو ما غيرتش فيه حاجة شايف في النهو ده الأفلام اللي بتتكلم عن الثورة أو التي تحاول إقحام الثورة يعني شفنا في رمضان اللي فات مثلا مسلسلات في رمضان كانت بتنتج قبل الثورة وتم تعدلها وتطويرها حتى تواكب أحداث الثورة وانتهت الأحداث في أغلب المسلسلات بالثورة شايف ده إزاي؟ يعني ما بأبرش أدي رأي جزن في المسألة ما لم أشوف العمل لأن فيه ساعات بالصدفة البحتة في عمل ممكن يبقى الحمال يعني يحتمل الحكاية دي كان روح هذا العمل كانت روحه نفسها كانت روح ثورية كانت ممكن تؤدي في النهاية لهذا المشا فوارد أنه ده يحصل وهي استثناءات قليل لكن في مجمع الظاهرة أنا بشوفها ظاهرة فيها محاولة للركوب على هذا الحدث يعني حدث كبير زي ده لما تيجي تتلقى فنيا لابد أن أنت تهدف ماذا قد يجي تقريبا كالخارد يوسي ممكن تعمل فيلم سينمائي يسرد أحداث صورة 25 سنين يعني مش أقلمتين مش أقلمتين لأن ما تقدرش تتلقى الحدث وهو سخن بتعمل عليه فيلم مما أنت شيء صحفي أنت بتعمل فيلم أنت بتدلو بداية في صورة 25 يناير حاجة محددة فده اللي بتخلي الفيلم ده مختلف عن الفيلم ده حتى لو اتعمل فيلمين عن الصورة أو عشر أفلام عن الصورة عملت وغير عمل فره بعضها لأن مش هتبقى عملك فرصة للاستعاب والفهو واستنتاج رؤيما فمش هيبقى فيه تمايز فالأفلام الأفلام السينمائية والروايات دول من أدوات التعبير الإنساني اللي بيسموها أدوات هاضمة يعني مش أدوات سريعة لا بد أن تهضم وتستوعب وتتأنى عشان صورت حاجة في التحرير يا خالد لا فترة تصور معرفش أصور خالص في يوم واحد بس كده بعد 6 شهور من الصورة حاولت جبت كاميرا كده وتلعت الإرادة اه وتلعت فوق والناس منعتني الناس تحت في الميدان شافوني فوق حظر اه فقعدوا شوروا لي انزل انزل يعني إزاي أنا بصور وسيبهم تحت فسبت الكاميرا ونزلت معها فقعدك أطلقتها وحيدة ومالحيتش عملها أخوك زابط الشرطة مزعلش منك لما لقاتك بتعمل هي فوضى بتنتقد فيه أداء مؤسس الشرطة زعل جدا زعل جدا مفيش زابط في مصر مزعلش مني يعني في وقتها كان مدين جدا ومزعلش منك لما كنت من ضمن الثائريين الصوار في مدين التحرير لا يعني في دي بقى وغير ده كان الغريب والمدهش يعني أنه أخوي أتعرض لإسم بتاعه الاقتحام من البلطقية والضرب عليه ملطوف وكان يعني كان ودير الأمن قال لي كده يعني كلنا معرضين للشهادة أستاذ خالد يعني أنا بكلمه عايز أتطمن عليه أنه محاصر فقال لي كلنا معرضين للشهادة يعني تقريبا كان بيبلغني شهادة أخوية يعني فعاش موقف صعب جدا فيهم 28 يناير ومع ذلك لما خرج من هذا الموقف العصيب ما كانش متضايق أن أنا في جموع السائرين ده خالص عالي بطلق تفسيرك يلي الغيابة الأمنية اللي حصل أنه مفيش إرادة ليه أنه يبقى فيه أمن يعني لو كان المجلس العسكري عايز يبقى فيه أمن هو وزارة التخلية هيعملوا الأمن ما حدش يفاهمني ولا حد يقدر يقنعني أن هذا الجيش العظيم بكل تاريخه المجيد وبكل معداته وبكل رجالاته وهذه المؤسسة الأمنية اللي برضو يعني ما هيش مؤسسة قليلة في البلد بكل جنودها وضباتها وقالياتها وخبراتها الأمنية أنها غير قادرة على السيطرة على 200-300 ألف بلتاجي في مصر أنا مش قادر تتصور ده ف ليه مش عايزين لم تتصور هل تأذين البلتاجيات أفليمك شايف اللي بيحصل ده بلتاجيات أو الحاجة تانية لا دول البلتاجيات جدد دول البلتاجيات جدد معظمهم ليست لهم علاقة ببلتاجة هما لقوها شغلانة سهلة لا يعاقب عليها أحد يعني أثبتك في الشارع وأخذ منك العربية وما حدش بيعرف يجبني تم عملها عملتها مرة يعني مش شغالين لحساب حد من اللي جالنا نظام الصدق نعم ما بقولك ما بحبش يعني تفسير التأمري في كل حاجة هم عيال مش لقى شغل فعلا منهم جزء أكيد بلتاجية وصلاء يعني ومسجرين خطر وكل حاجة بس معظم اللي عمل الظاهرة 80% منها و70% فعلا ولاد جداد صغيرين جدا في السن لقوا لحالة الانفلات الأمني ولقوا ما فيش حد بيتعاقب فليه لا ما يخذلوش عربية 2-3 ويساوم عليها ويقول له هات 20 ألف جنيه وهاات 30 ألف جنيه ويرجع له العربية ويسرق غيرها وهكذا لو في إرادة حقية لمجلس العسكري ووزارة الداخلية أنها تخلص عن الموضوع هتخلص خالد يوسف المخرج المحترم الله يخل جبير صديق العزيز أشكرك 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 تسلم ونقور أشكركم جدا اسمحوا لي قبل منهي حلقة النهاردة أولا أعلن موقفين كنت يجب أن أعلنهم في ذات الحلقة الموقف الأولاني هو تضامن التام مع زميننا الإعلامي يسري فودا في موقفه المحترم اللي قام به عندما أشعر في لحظة من اللحظات أن هناك تدخلات في صميم عمله كإعلامي حر وأنا أعتقد أن أي إعلامي شريف حر لا يقبل أبدا أي نوع من التدخل أو التأثير عليه عشان خاطر يعمل عمل محترم لأن المفترض أن مصر بعد صورة 25 يناير غير مصر قبل الصور الموضوع الثاني أيضا نطالب ونفضامن أيضا مع زميننا الأستاذ الدكتور أيمن نور في حقه أن هو يخوض العمل السياسي مرة أخرى مش معقولة الفلول ينزلوا الانتخابات وأيمن نور اللي كافح ضد فساد النظام السابق يمنع حاجة الثالثة أنوه على حلقة متميزة جدا لأستاذي الإعلامي الكبير أستاذ حمدي أنديل سجلها من تونس أرجوكم تابعوها لأنها حلقات مهمة جدا بيسرد فيها أستاذ حمدي لأنك رؤيته ورؤية أستاذ كبير كيف رأى الانتخابات البرلمانية دي كانت حلقتنا الأخيرة من في الميدان على الهوى الخميس القادم إن شاء الله آخر حلقة في الميدان وسوف تكون حلقة مسجلة وحتكون إن شاء الله بمناسبة استقبال عيد الأضحى المبارك بشكركم جدا جدا بشكر فريق العمل المتميز اللي كان بيشتغل معايا في البرنامج أستاذ محمد الشبل أستاذ إبراهيم حمودة وجميع فريق الإعداد حولهم بالأسماء كلهم ناس أفاضل بشكر قدرت المحطة المحترمة قناة الصورة قناة التحرير إبراهيم عيسى أحمد ابو هيبة محمد مراد الأفاضل كان لهم دور كبير جدا في إنجاح حزب برنامج بشكر زملاء الأعزاء جدا حمود سعد بلاد فضل إبراهيم عيسى بشكرهم كلهم بشكر جميع العملين في القناة بشكر هايان فاضل بشكر كلكم على يعني تشجيعكم لينا في الميدان وحمسكم لينا ودايما أتمنى قناة التحرير كل نجاح وبهني الملاك الجدد الأستاذ نبيل كامل الأستاذ سعيد توفيق أيضا بوجودهم في مجلس دارة المحطة أتمنى قناة التحرير كل نجاح وكل توفيق وإن شاء الله حلقتنا الأخيرة أو حلقتي الأخيرة في الميدان يوم الخميس إن شاء الله هتكون حلقة مسجلة بشكركم جدا جدا أتمنى لكم كل خير وكل سعادة وانشوفكم على خير إن شاء الله تسبح على خير